لما بتوصل لمرحلة إن النرجسي بيتخلى عنك وبيهملك ويتجاهلك ويرميك كأنك حاجة ملاش أي قيمة بتكون عايز إنك تنتقم منه وإنك تأذيه زي ما أزاك بتكون عايزه يحس بالوجع زي ما وجعك علشان أنت حاسس إن ده اللي ممكن يرضيك أو يطف نارك أو يخليك تحس إنك أخدت بطارك من النرجسي لكن صدقني مش هي دي الطريقة الصحة للانتقام من النرجسي لأن صدقني إن النرجسي كده كده هو اللي بيخرب حياته وبيضمرها بنفسه زي ما خرب علاقته بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد عن النرجسي قبل ما نبدأ حلقتنا لو حسيت إنك استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وكمان تشترك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة على طول لو أنت تعرضت للإلقاء والتخلي والتركب من النرجسي بيكون الظاهر ليك إنه هو عايش حياته جدا ومبسوط ومستمتع جدا بالعلاقة الجديدة اللي لسه داخلها وإنه بيحس بأهمية نفسه أكتر وبيحس بالتفوق وبالرضا بتكون أنت في الحالة دي عاوز تخليه يحس بالوجع وتدمر غروره ده وعلشان تعمل ده في طريقة ممكن تعملها هتحقق لك كل اللي نفسك فيه بدون ما تقرب له بطريقة مباشرة أو تتعرض له مباشرة وده عن طريق إنك تنشغل أو تشغل أو تشتغل على نفسك وترجع لشخصيتك الحقيقية الطبيعية اللي كانت قبل ما ترتبط بالنرجسي السامدة وكمان تحول نفسك لنسخة أفضل من الأولى كمان إذا عملت ده وخليت النرجسي يشوف الشخصية الأفضل دي عندك ورفضت تماما محاولات استعدتك من جانب النرجسي فده بيدمره تماما وبيدمر غرور النرجسي بلا رحمة النرجسي ما بيقدرش يتعامل مع الرفض أو التجاهل خصوصا من حد كان في يوم من الأيام تحت سيطرته وكان بيعتبر ملك له وما زال بيعتبرك كده وبيعتبرك ملك له حتى لو هو سابك لأن النرجسي مقتنع من جوة نفسه إنك مرتبط به تماما وما ينفعش إنك تنفصل عنه مهما حصل النرجسي بيحس بمتعة رهيبة جدا لما بيحطمك وبيقلمك وده اللي بيديله الشعور بالرضا عن نفسه علشان كده آخر حاجة النرجسي يتمنى يشوفه هو إن شوفك بتعيد بناء نفسك من جديد وإنت في منتهى السعادة بنجاحك ده اللي بيدمر غرور النرجسي بجد يا جماعة إنك تكون ما بتتأثرش بمحاولاته إنه يدمرك إنت بالنسبة له هتكون لسه قادر تعيش الحياة اللي إنت عايزها وتقدر تعمل كل اللي إنت محتاج تعمله بدون تأثير منه على قراراتك إنت ما زلت بتقدر تبتسم وبتفرح بحياتك وده معناه إن جهوده كلها راحت على الفاضي وإن خطته اللي قعد وقت كبير ينفس فيها فشلت وما جابتش نتيجة معاك علشان إنت دلوقتي ناجح وأفضل من وقت ما كنت في العلاقة ودلوقتي هو محتاج إنه يحصل عليك مرة تانية وهيعمل المستحيل علشان يقدر يحصل عليك مرة تانية ولكن لو ده ما حصلش وفشل النرجسي في إنه يستعيدك مرة تانية ويرجعك للعلاقة معاه ده حيكون نهايته والتدمير الأكيد للنرجسي اللي حصل ده كسر غرور للنرجسي وخلاه يعرف ويتأكد إنه بقى غير مهم زي ما كان فاكر علشان إنت خلاص ما بقتش محتاج له مفيش حاجة جماعة أسوأ بالنسبة للنرجسي من اللي بنقوله ده النرجسي عارف ومتأكد إنه عمره ما هيبقى سعيد أبدا وكل علاقاته اللي هيدخلها هتكون نفس المصير وهتفشل علشان كده انت مش محتاج أبدا إنك تفكر تنتقم من النرجسي انت مش محتاج تعمله أي حاجة بجد كل اللي مطلوب منك إنك تركز على حياتك وتركز على نفسك علشان تكون أفضل وأحسن وما تسمحش للنرجسي إنه يشاركك حياتك دي تاني تحت أي ظرف هو ده الانتقام اللي بجد جماعة من النرجسي النرجسي مش عايز يشوفك سعيد أو ناجح عايز يشوفك دايما بتخسر حياتك وبتفشل في أي حاجة بتقوم بيها لما بتنجح في حياتك وبتتقدم بدون وجود النرجسي فيها أو بدون أي تدخل منه في النجاح ده بيعرف وقتها إنه كان غلطان وتأديره للأمور كان غلط وإنه هو اللي فاشل وده اللي بيخلي النرجسي عايزك دايما في تدهور وحياتك تنهار طول ما النرجسي حاسس إنك محتاج له ده بيغزي الوهم اللي جواه وبيحصل منه على الشعور بأهمية نفسه وتأثيره وسيطرته عليك ودي السعادة الوحيدة للنرجسي أما لما بتقدر بتقدر تقف على رجليك وبتنجح في حياتك بكده إنت قطعت عن النرجسي الغذاء والوهم اللي عايش به وبالتالي السعادة المزيفة اللي كان حاسس بيها بتنقلب لحزن رهيب جدا لما بتعمل كده ما بيكونش عند النرجسي أي توقع لحاجة زي دي هو بيكون ضامن وجودك ومتطمن تماما إنك مش ممكن هتقدر تبعد عنه أو تستغنى عنه علشان كده لما بيرميك وبيسيبك ويتجاهلك بيكون بيعمل كده هو ما عندهش شك لحظة واحدة إنه ممكن يفقدك ده السبب في اللي المفروض تعمله إذا كنت عاوز تنتقم بجد من النرجسي إلا أزاك اعمل كل اللي انت كنت تتمنى تعمله سواء كانت مشروع معين أو إنك ترجع على علاقاتك بالناس اللي بتحبك واللي فقدتهم بعلاقتك مع النرجسي ده النرجسي هيفضل طول عمره يخرج من علاقة يدخل لعلاقة جديدة وكل علاقاته هتبقى فشلة ونهايتها واحدة دي طبيعة في النرجسي كل اللي المفروض تعمله إنك تقلب الترابيز على النرجسي اللي هيفضل يطاردك ويرأبك تديله فعلا حاجة يشوفها ويرأبها فيك بس الحاجة دي لازم تكون نجاحك مش فشلك ساعتك مش حزنك علشان النرجسي لما بتنتهي علاقتك به بيكون منتظر إنك تندم على قطع العلاقة وإنك تحس إنه كان قرار خطأ إنك سبته وإنك بتخسر كل يوم علشان بعدت عنه لازم أنت تثبت له عكس اللي بيعرفه ومعتقد بيه ده أوعدك إنك لو قدرت تعمل ده هتكون قدرت فعلا تحصل على انتقامك وأخدت طارك من النرجسي اللي حول حياتك لجحيم وعيشك ألم وحزن أتمنى أن حلقة النهاردة تكون استفدتم بيها إن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد عن النرجسية بشكركم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته